أهلاً فيكم برج الحوت سأجب ما هي توقعاتك العاطفية من وقت مشاهدتك للفيديو أو من بداية الشهر إلى آخر الشهر ديسمبر وفراعة دائماً ستكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وأيضاً تقبل العكس يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج الحوت ممكن تحس إنه بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك أو قريبة من طاقتك كرتين مفكرت كرت مثل دائماً القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع بس ممكن يكون فيه بالفيديو أو بالقراءة الشي ممكن يخدمك أو يفيدك فإنت خد من الفيديو الإشياء اللي بتحس إنها قريبة منك وممكن تستفيد منها وترك الباقي لشخص آخر ممكن يستفيد منه رح نبلش بطاقتك أول بعدين طاقة الحبيب أو الشريك وخطواتك في المستقبل خطواته أيضاً هو في المستقبل وشو رح يكون مصير العلاقة بينكم إذا فيه أي إشي بيحتاج إلى التوضيح رح نسحب الكروت للتوضيح مشان نوضح طيب نبلش أول بكروت النصيحة لبرج الحوت برج الحوت بدك تنتبه على مشاعرك أكثر هالشهر وتحاول أنك تسمع على بعض الأشخاص بحياتك بقلبك مش فقط بعقلك تحاول تحلل الأمور بعواطفك مش فقط بمنطقية في عندك أوراق النصائح الجميعها طلعت أوراق أو أوراق إيموشنال أو أوراق عاطفية في عندك رح يجيك شخص جديد بحياتك أو إذا عم تستنى شخص أكس أو قديم أيضا ممكن يدل إنه فيه رح يصير تصالح عندك تين أوف كوبس عندك ميسنجر أوف إيموشنز يعني فيه رح يصير عندك في الأمور العاطفية تطورات كتير إيجابية إيجابية فيه حدا رح يفوت بحياتك أنت بتعتبره بركة بالنسبة لك أو شخص كنت بتتمنى له فترة طويلة وهلأ في الفترة القادمة رح يفوت بحياتك هالشخص فيه بدايات عاطفية جديدة رح تصير بحياتك وممكن تتطور أيضا إلى إشياء عميقة يعني ممكن تتطور إلى علاقة جدية خطوبة أو حتى الزواج بالبعض منكم يعني الشخص اللي رح تقابله رح يكون مثل الشريك بالنسبة لإلك أو رح تعتبره سولمت رح تعتبره رفيق درب بالنسبة لإلك برج الحوت طاقتك الحالية عم شوف فيه تقدم فيه تقدم بالذات بالحكي فيه شخص رح يفوت بيه حياتك رح يكون فيه معه حكي كثير إيجابي تواصل روحي بينك وبين هالشخص انت وهالشخص بتحس إنه على تواصل روحي بتحس إنكم مرتبطين مع بعض وبيجوز الشخص أيضاً اللي انت عم تتعامل معه بدك علاقة جدية معه مبين إنه انت فيه حكي كتير بدك تحكيه لشخص في حياتك بتعتبره سولمت لإنه العامل المشترك بينكم مبين إنه تنيناتكم عم تبحثوا عن استمرارية عم تبحثوا عن استقرار عم تبحثوا عن بالنسبة لطاقة الحبيب أو طاقة الشريك ممكن تكون عم تتعامل مع برج مائي أو برج هوائي ممكن أيضاً أبراج نارية لأنه في عندي أيضاً أوراق نارية ولكن البرج اللي عم تتعامل معه عم شوف إنه عم شوف أنت بتمشي على حسب كيف ما بتحس يعني بتخلي قلبك هو اللي يكون دليلك باتخاذ القرارات على عكس هالشخص هالشخص بيستخدم المنطق والتحليل أكتر من العواطف يعني حتى عواطفه ومشاعره هالشخص بيحب يحللها أول أو يركز عليها أول أو يفتحها ويدرسها أكتر مما إنه بسرعة ينتقل أو بسرعة يفوت في علاقة ولكن هو عم يبحث إلى بداية عاطفية جديدة وممكن أيضاً هالكارت يرمز إنه هو عواطفه تجاهك إنت عواطف كتير فياضة ممكن مش عم تحكي مع بعض أو ممكن هالشخص إنت بس تحكي معه يكون الفرند تبعه هاي أو الشخصية تبعته هاي أو يكون تحسه من بره شخص كتير جامد شخص كتير جاف شخص يعني ما في أي مشاعر بتظهر بس من جوة من جوة مشاعره كتير فياضة عم يغرأ فيهم ولكن هو بيحب الأمور تكون دائماً عادلة وبيحب يكون دائماً منصف هالشخص عم شوف العامل المشترك بينكم فأنتو الاثنين عم تبحثوا على استمرارية بالعلاقة عم تبحثوا على استبيلتي بالعلاقة ممكن أنت نظرتك تكون شوي جدية أكثر من هالشخص لأنه عندك أوراق روحية هالشخص ممكن يكون بده العلاقة شوي عفوية تكون أصدقاء بالأول أو إشي مثل هيك مبين أيضاً أنه أنت اللي بتوصل مشاعرك أو بتحكي لها مشاعرك أكثر من هالشخص يعني أنت اللي قلبك ومشاعرك مفتوحة لهالشخص وبتحكي له بتعبر أكثر من ما هو بيعبر بالنسبة لخطواتك في المستقبل عم شوف أنه في عندك ستتين سكس أو كوبس الستة بتحكي عن التوازن وهالشخص طاقته أيضاً بيحب أن الأمور تكون متوازنة فعم شوف أنه أنت عم تحاول بالمستقبل تستخدم نفس الطاقة أن تكون متوازن ومنصف بحق هالعلاقة أو بحق حالك أيضاً سواء كان بمشاعرك أو سواء كان بالارتباط مع هالشخص لأنه هالكارت بيحكي عن التوازن للأخد والعطاء بالعلاقة على سنز أو على حد أرضي يعني على حد التزامات جدية التزامات أرضية بالعالم الأرضي ولكن السكس أو كوبس تحكي عن المشاعر فممكن تكون العالم الروحاني أيضاً فعم شوفك بالمستقبل عم تحاول توجد توازن بين الأمور الفعلية وبين الأمور اللي هي الحسية أو العقلية أو الروحانية ممكن أنت تكون عواطفك هون تضغي عليك أكتر من أنك تكون شخص منطقي تتصرف بعواطفك أكتر من أنك شخص منطقي ولكن إشي منيح أنه أنت يعني بتسمع العواطفك من جوا أو بتتبع عواطفك من جوا مبين أيضاً خطوات الحبيب القادمة في المستقبل يعني عم شوفك أنت عم تتذكر أيضاً إذا كان في بينكم إذا أنتوا حالياً مش عم تحكوا مع بعض وكان في بينكم تواصل بالماضي عم شوفك أنت عم تتذكر عم تتذكر الماضي عم تتذكر الذكريات اللي صارت بعينك أنتو هالشخص بالنسبة لخطوات الحبيب في المستقبل عم شوف أنه من بعد يعني رح يمر بفترة خيبة أمل أو خسارة عاطفية ممكن إذا أنت تركت هالشخص عم يحسوا كأنه في فرصة ضاعت من بين إيده لأنه فيه بالمستقبل أيضاً رحيل فممكن أنت ممكن أنت يعني طاقة المشتركة هون بينكم فيه شخص عم عم يترك مشاعره أو ممكن عم تتركوا إشياء قديمة أيضاً بس فيها مش قادر يترجمها أو مش قادر يوصلها لإلك بالأصح أو بيحس أنه دائماً لازم يكون في عنده البرسونة هاي أو الشخصية هاي أيضاً هالشخص ما بيحب الخسارة بيحب دائماً يكون هو نمبر وان بيحب هو يكون الأول بيحب هو يكون يعني شخص عنين بيحب هو اللي ينتصر بأي نقاش بأي مشكلة بأي إشي ولكن من جوه هو شخص إيجابي بتحكي عنه براءة داخلية بها الشخص فهو من جوه شخص يعني بيور شخص بريء شخص عقليته أو تفكيره شوي ممكن تكون طفولية أكتر أو عفوية أكتر أنت ممكن تكون جدي أكتر بالتفكير من هالشخص بدنا نوضح هالشخص ليش بالمستقبل ليش في عنده هالخيبة هالخسارة ليش عميحس إنه في فرصة ضاعت من بين يده أو عميحس بخسارة عطفية من نوع ما بدنا نشوف شو هي هالوراق وقات تحت بس بدي نجيبه وراقك عم بتطيرها برج الحوت فندي لخبط الدك مرة ثانية بدنا نشوف ليش هالشخص حزين في عنده اختيار لازم يقوم فيه هالشخص ممكن يكون محتار أو ممكن يكون في عنده شخصين أو قرارين بده ياخد منهم بده يختار منهم ممكن يكون أيضا الشخص اللي عم تتعامل معه برج الجوزاء لأنه الكرتو يتبع برج الجوزاء وهو بحيرة من أمره عاطفية لأنه فيه مبين انه عنده عرض حب من شخص آخر فيه شخص آخر هون بحيات هالشخص مبين انه في عنده عرض حب عم يقدم له من ضمن شخص ولكن عرض الحب فيه شوي من التلاعب لأنه سيفن أوف سورد هو لص التاروت أو السارق في التاروت ففيه اشي عم يخبيه هالشخص ممكن عم يخبي طرف ثالث بالعلاقة أو ممكن يجاع عرض حب من طرف آخر وعرض الحب هيدا مش صادق أنا انه سيفن أوف سورد شخص تريكستر أيضا ممكن يكون الشخص اللي عم تتعامل معه تريكستر بمعنى انه ممكن يبين لك شخصية الظاهرة ولكن الشخصية اللي هي في العمق أو في العقل الباطني شخصية أخرى فهالشخص عم يحس بخسارة عاطفية لأنه ممكن يكون محتار بين شيئين محتار بين شخصين مش قادر ياخد قرار ومش عارف يودي وين مشاعره هالشخص مش عارف لمين يطي هالكاسة ممكن يكون الشخص اللي عم يقدم له عرض حب من دائرة الأصدقاء حوالي أيضا بدنا نشوف لأنه الطاقة اللي بينكم رحيل هون المشتركة فبدنا نشوف شو هي ماذا ستتركه بالضبط أوراق كثير حلوة لأنه عندك هون رحيل بس رحيل من شو بالضبط موقفين الشخص عم يتعامل مع شخصين عنده فكرتين بده يختار منهم ورقة أسرار ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه أيضا برج السرطان أو ممكن هاي أسرار بينكم مخباية ففي وقفة رح تصير هون في اتخاذ قرار رح يصير هون بأنه ممكن أنت إذا عم تحس إنه هالشخص في عنده أو هو العكس ممكن يكون إذا هو عم يحس إنه في حدا بحياتك وأنت عم تحس إنه في حدا آخر بحياته ممكن أنت توصل إلى إلى منطقة أو إلى نقطة إنك تاخد موقف صارم بأنه هالشخص يختار بينك وبين الشخص الآخر أنا بتوقع الشخص هاد اللي عم تتعامل معه الشريك هو اللي عنده أطراف أخرى لأنه الأوراق متشابهة فهمت عليه فأنت عم تحس إنه في أسرار بالعلاقة عم تحس إنه في مشاعر مخباية وإنت بدك توصل إلى توضيح أو بدك تبعد حالك تماما من هالنقطة فبطاقتكم بالمستقبل إنت رح تجبر هالشخص أو رح يصير في بينكم تواصل بحيث إنك تحكي لهالشخص إنه بدك يحط نفس الاهتمام بالعلاقة مثل اللي أنت بتحطه أو رح تترك العلاقة أو رح تترك التواصل أم شوف لأنه أنت بدك علاقة صادقة هون بدك شخص منفتح عاطفياً ما بدك أسرار هون ما بدك أشخاص أخرى بالتواصل أيضاً يعني أنت مشوفك مصمم عم شوفك امتخذ قرار وعم تمشي وراء ما بدك الشخص الآخر يكون معه شخصين أو يكون في حيرة من أمره عم يحاول يوازن بين هاد ويوازن بين هاد مثل ما أنت بتعطي بدك أبدك الشخص اللي عم تتعامل معه يعطيك أيضاً ولكن فيه رح يكون أيضاً ممكن يرمز إلى أنه رح يكون فيه رحيل عن الأسرار يعني رح تتركه يعني هالشخص رح يوصل إلى اتخاذ قرار بأنه يترك الشخص الآخر أو يترك أو الطرف الثالث مثل ما بنحكي لأنه مبين أنه علاقته معك أو مشاعره تجاهك مشاعره كتير صادقة بده بداية عاطفية جديدة معك ولكن فيه طرف هون بحيات هالشخص عم يسبب له تشوش عاطفي وممكن أيضاً الشخص اللي بحياته بحياة حبيبك بحياة شريفك عم يستغل عم يستغل ببراءة وطيبة هالشخص وكونه إنه بحب إنه يكون غادل ومنصف لأنه الطرف الثالث عم شوف طاقته كتير تلاعبية شخص كتير بيتلاعب بالحكي فهو بطاقتكم المشتركة عم شوف إنه هالشخص رح يصر إلى اتخاذ قرار والرحيل عن شخص معين أو على علاقة فاشلة بينكم بين الشخص اللي عم يتعامل معه الطرف الآخر لأن الطاقة هاي مشتركة فهو عم يتخذ قرار ومش رح يتراجع عنه قرار بالرحيل رحيل عن الأسرار طاقة مشتركة بينكم الاثنين رحيل عن الأسرار رحيل عن إذا كان في طرف ثالث أو أي لخبطة بالموضوع لأنه مبين إنه انتو التنين تقوم عم تبحثوا عن يعني راحة البال مش عم تبحثوا عن عن وجع راس وعن مشاكل وعن لخبطة هون وأطراف هون الوضع صريح الوضع واضح بينكم فقط الإشي اللي بحياة حبيبك وشريكك حالياً هو هالطرف الثالث اللي هو عم يستخدم طاقة تلاعبية كتير وهالشخص اللي عم تتعامل معه شخص كتير فير شخص كتير عادل بيحتاج وقت ممكن أنت عم تشوف عم تشوف وحكيت للشخص اللي عم تتعامل معه إنه في حدا بداية دائرة أصدقاءه بأطرافه إنت ما بتحبه أو بتشوف إنه طاقته لأنه برج الحوت شخص كتير انت شخص كتير بتحس بتحس بنوايا الأشخاص الأخرى حتى إذا كانت يعني مش واضحة ولكن البرج اللي عم تتعامل معه برج هوائي ما في عنده التواصل مثل الأبراج المائية الأبراج المائية بتحس أكثر ممكن تقرأ أو تفهم الشخص من وجهه من حركاته بدون ما يحكي بس البرج اللي عم تتعامل معه شخص كتير يعني على الورق واحد اثنين ثلاثة فهمت عليه فممكن إنت أيضا تشوف إنه تعرف إنه هالشخص مش مش منيح بالنسبة له ممكن يكون عم يتلاهر بإنه صديقه ولكن بده بالفعل يخرب بينكم العلاقة وإنت بتشوف هالإشي بتشوف الوجه المظلم بالشخص ولكن هو مش عم يشوف الوجه المظلم عم حاول يخليها بطريقة كتير منطقية يحلها بطريقة كتير منطقية اوكي حبايبي فيعني بالمستقبل عم شوف إنه هو رح يوصل هالشخص إلى اتخاذ قرار بشأن الطرف الثالث اوكي حبايبي برج الحوت إذا عم تستنى إلى رسالة أو حكي من هالشخص أو تواصل بينكم عم شوف إنه هو فقط بها الفترة بيحتاج إلى فترة وقت مستقطع يوزن الأمور او يحل أموره اوكي حبايبي برج الحوت فتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيت القراءة إذا حبيت الويديو لا تنسى تحط لي لايك كومنت شار وسبسكرايب إن شاء الله رح شوفكم في فيديو